بدي حتك مرايبة موقف صعب بس بحب اخد رأيك فيه اذا اجيك عندك بنت عملت علاقة جنسية خارج الزواج او تعرضت للاختصاب وحملت وهي ما بدا تحمل ما بدا ولد ما بدا تكون ام هلأ مرنة جاهزة وانت حضرتك بتقولي ضد الاجهاد ما بعرف اذا لاي سبب ضد الاجهاد ايه شو بتعملي هون شو موقفك كأم انا بقول اول شي اكيد بدي اقعد انا وياها وبايا لنحكي بهذا الموضوع ونشوف نحنا ادي عنا قبول انه نخلي الولد شوفي اذا انا صار هيدا الشي مع بنتي اول شي انا ضد الاجهاد وبنتي اكيد رح تمرق بمرحلة كتير صعبة لانه اغتصبت نعم فاذا هي كمان رح يكون عندها رفض للولد يلي هو اجا من اغتصاب مش من رضا من تعدي نعم ساعتها نحنا بدنا نشتغل انا وبايا لنشوف كيف بدنا نحنا نقدر نجيب هيدا الولد لنقدر نحنا نأمنه يا نحنا نهتم فيه ويكون شخص من قلب العيلة والبنت اكيد بدنا نرفقها مع حكيم نفساني اكيد في عندها سنين لا قدام صح عم بحكيه وهيدا الولد اكيد ما رح نقتله لان انا برأيي نحنا كمسلين تعرفين نحنا عنا كتير مخيلة والمخيلة اوقات بتخلينا تكون عنا كتير تعاطف والتعاطف هيدا بيخلق مع الممثل يعني انا ما في يقول هيدا الولد اللي اجا من اغتصاب نعم او من علاقة برات الزواج هيدا الولد انا بشوفه كبير كيف انا بدي قتله انا اذا شفته عم يركض ويلعب انا كيف بدي قتله حتى لو كان جنين لو كان جنين ما هو بس ما هو روح وبلش يعني انا ما في بس هون بدي يكون في كتير وعي وحكمات حتى لو يعتبر بنظر الدين وابن زنا انا بالنسبة لقلي الولد اللي بيتكون بمشيئة الله ومشيئة مشيئة او بظروف هو نوجد لانه فيه له رسالة بالحياة صارت وقتت امرأة الى رسالة فيه له رسالة بالحياة ليش ليش ما بيطالبوهن نفسهن الاشخاص انه بس لحسا دكتور بس عم تسأل حبلت بالولد معلش حبلت بهيدا الولد حيتسجل الولد هيدا اللي كنت بيقوله بيينعمل وراء هيدا اللي كنت بيقوله بل الجمعيات اللي إلك وراء انا فيها سبعينيات ساعة حقوق المرأة وحقوق المرأة وحقوق المرأة بدنا نفكد بيصير الولد لبعضين هيدا الولد سؤال راح سؤال واجهي مريم تفضلي بس بديكتور مالك ساعة عم تنقشينا بالبعض لا فضيك الشيخ بدأتنى تنقذر بدأتنى تنقذر بدأتنى تنقذر سؤال واضح سؤالي الواضح اليوم ليش هالأشخاص اللي هنه ضد الإجهاد طبعا واعتبار الجنين أو أي علاقة نتج عنها ثمرة هذا الشخص هو شخص كامل ليش ما بيطالبوا أنه اليوم ما يكون موصوم اجتماعيا بعار أنه لا شرعي لا يستطيع الحصول على هوية لا يستطيع لا يستطيع لقيت ما بيكون إلا لقيت وفي أشخاص اليوم بيقولوا أنه بيستعملوا كلمة لقيت لإهانة الشخص يلي هو بيجي سمرت ما زمره بس إشنا مش مسؤولين عن هيدا شهد الأنون بيضي يحطه طيب بس القانون ما بيجيز الإجهاد وذات الوقت ما بيعطي حقوق لهذا الطفل يلي عاملين لكل هالحرب كرماله